والآن نتابع معاً كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتاريش السعادة الحضور الكريم في خدمة هذه المنتدى كما تعلموا أن القرى الأفريقية تواجه عدد لا ينضم من التحديات وطبعاً الأدمى الاقتصادية والتي تزايدت بجائحة كوفيد-19 وبالأخص طبعاً بحرب الروسية على أوكرانيا ووصول الناس لمصادر آمنة للغذاء أصبحت أيضاً أحد الأمور الأخرى الغير متوفرة وهذا يأخذنا إلى التعافي المالي هناك عدد من التوترات والسراعات وهذا طبعاً يذكرنا في الوقت ذاته بأثمة المناخ تقدم القرى الأفريقية فقط 30% من الغذات الدفئة إلا أن القرى ودول القرى هي الأكثر تأثراً تعرضاً للمجاعات وللأدمات الخاصة بنقص المياه وطبعاً بكل الدول وهناك حوالي 10% على الأقل من الشعوب الأفريقية تعاني من إيجاحة الدعم للحصول أو الوصول لأمان واستدامة مستقبلية للإقتصاديات ولذلك في مواجهة الكوفيد 19 قامت كل الشركات الدوائية والحكومات أن تعمل معاً لتقديم كل مساعيها لتقديم عدد من اللقاحات والأدوية لابد أن نعمل على أن الدول الأفريقية أيضاً تشهد مثل ما تشهد باقي دول العالم بالحصول على هذه الأمن الغذائي والنمو الأخضر والعلاجات والأمثال لابد أن نتأكد أن هناك النمو تشهد القرى وهذا المنتدى يساعد في هذا الصدد ومن خلال كل الجهات المعنية لتعمل على تأمين وبالأخص الجهزة الأمن نحتاج أيضاً أن هناك خطط واضحة وقوية لتعمل على معالجة كل المشكلات التي تنبثق من مشكلة مناخها وطبعاً اتفاقية باريس في حد فاتها وعدم الزام بها قد تكون كارثة ربما لابد أن نعمل جميعنا على أن نتشارك في تحديد عدد من الاحتياجات وطبعاً وفقاً لبرامج الاتحاد الأفريقي جميعها لابد أن تعمل على تحقيق أمل ومساعي الجهود الأفريقية واستخدام المصادر المتوفرة والتقال من استخدام الوقود الأفريق لأطاقة المتجددة حتى نتمكن من تحقيق ثورة حقيقية وجديدة باستخدام أطاقة المتجددة واستخدام أيضاً المواد المتوفرة ومواد المتوفرة حتى نتمكن من دعم وزيادة الاتثمارات وحتى نحظى بعدد من المشروعات تقدم عدد من الخدمات والدعم لكل الدول التي تستطيع أن تتفيد منها الدول بالقارة وأن ننتقل سوياً من استخدام الوقود الأفريق ونقدم الدعم اللازم للدول حتى تقوم ببناء اقتصاديات أخضر ونعمل على زيادة الاتثمارات هناك حوالي مليارات الدولارات التي تتم استثمارها في كل عام لذلك لابد أن ننتهي هذه الفرصة كما تعلمون أن هناك 200 فقط من هذه الأموال تذهب لقرأ أفريقية وفقاً للعقود السابقة ولذلك بحلول مؤتمر أطراف السبع عشر لابد أن تكون هناك عدد من المساعي تدعم كل المؤسسات التي تدمن أن كل أفراد الشعب والشعوب سوف تتمكن من مواجهة المخاطر المتتالية بالخمسون عام القادمة ولابد أن تعلموا أن الأمم المتحدة تقف بجانبكم وبجانب الجميع لأن نحظى بمستقبل أكثر الزهارة للجميع شكراً جزيلاً